اشتركوا في القناة والتدريب كلية التربية سعى المبارك يا دكتور وشكرا لقبولك دعوتنا يا دكتور الله يرضى عليك أنا أسعد والله يابد خير دكتور تزاحمت الأفكار لحلقات ماضية عن موضوع ماضي وكنا قد وعدنا السادة المشاهدين أن نكمل في حلقات امتدادة لهذا الموضوع وكان عنوان هذه الوقفة أو العنوان الماضي في الحلقات الماضية كيف يأخذ وممن يأخذ فرائض شرائع الدين الإسلامي وكنا قد اتفقنا الكتاب والسنة واتفقنا أن الحديث السني بعض العلماء والمفكرين أدرجوه تحت الحديث نبوي وتكلمنا إلا أن وصلنا إلى تساؤل يعني بعض ضعاف النفوس يتساؤل يقول أتحداك تجيب لي وهو مضوحة لغتني إن العصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات بنص القرآن الكريم وكان في رد من حضرتك وعدنا في بداية الحلقة وهذا الحلقة يكون هذا الرد واضح من الكتاب والسنة نعم بداية الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنا سعيد جدا في هذه البرامج المباركة وبالذات في هذا البرنامج المبارك الذي يجمعني معك أستاذ عبد الله وأسأل الله عز وجل بمنه وفضلي وكرم الذي جمعنا في هذا الوقت المبارك مع هذه الوجوه المباركة في هذه الشاشة المباركة أن يجمعنا ووالدين في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين لا يخفى على علمك الشريف أستاذ عبد الله أن هذا التساؤل قد يقع وربما ينشر في برامج التواصل الاجتماعي نضعفاء النفوس ونحوهم لكن الذي عنده الوازع الديني يعني لو ما عنده حجة حنا نقول في العامية لو ما عنده علم أقل أقل درجات الأمر أن يرد هذه الشبهة أو هذا الكلام ولذلك يعني نقول نعم القرآن ليس فيه عدد ركعات صلاة أربع العصر ولا العشة أربع ولا المغرب ثلاثة لا لكن هذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن الكريم يعني جاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر للصحابة بعض الآيات لذلك يمكن يتبادل إلى إذهان كثير من الناس أن التفسير لم يقع إلا في عصر الصحابة وهذا خطأ كبير التفسير وقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر لكثير من الصحابة لما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل تبادل إلى أمنا عائشة قالت يا رسول الله أهم الذين يكذبون ويشربون الخمر ويشركون بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا مو هذون بل هم الذين يصلون ويزكون ويصومون ومع ذلك يخشون أن لا يتقبل الله عز وجل إذا وقر هذا في قلب المسلم وعلم أن نعم هناك عدد ركعات في القرآن ليست مذكورة الصلاة في صلاة المغرب والعيشة نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضحه وهذا ينقلنا إلى الحلقة السابقة في تعريف السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أو عمل أو تقرير أو تقرير كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا الأمر وهو فعل صلى أربع ركعات فعلم الصحابة بل علمت الأمة كلها أن صلاة العصر أربع ركعات صلاة العيشة أربع ركعات صلاة الفجر ركعتين فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا الأمر بفعله أيضا في الطواف ربما يسأل سائل يقول لماذا نطوف سبعة ليش ما نطوف ثلاثة وليش مو يمين يسار 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 أحسنت مداخل الشيطان كثيرة أحسنت ليش ما نطوف يمين ليش ما نطوف يسار ليش الصفاء والمرو سبعة ليش ما نخليها كل واحد شوطين وأنت الأمر عجابة رأينا المصطفى عليه الصلاة والسلام كما وصلنا بإسناد التواتر يفعل هذه الأمور بالطريقة الفلانية بببب ونحن نفعله كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام ما استطعنا أحسنت ولذلك ربما يسار الشيطان شو رد عليهم بالصف شو رد عليهم رد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر أن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فاخذوه هذا فعل أمر أمر وجوب عند أهل الأصول الأمر يدل على الوجوب وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا يبين لنا على أهمية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية أن هذه الآراء الشاذة نسميها رأي شاذ يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي للأسف أبناء ومجتمعنا يعني إحنا أبناء ومجتمعون ما استطعنا نأخذ نشوف يعني صلى الله العفو والعافو والسلام يعني في عياننا بأجهزتهم لما يوصل الفيديو وخنقول بالمفردة رتشيتش الوازع الديني عنده فسبحان الله قد تكون مدخل الشيطان لأن محاورك على يقين أن الشيطان ما يقول لك لا تصلي يدير أنك بترد عليه وابتلعنه وبتعوين لكن يقول والله دكتور وراك مشوار خلص يا موهام ضرور فيزين لك شيء وهذا أخذ وقتك إلى أن تقع الفعل دخل وقت الصلاة الأخر حسن هل مفهوم هذا يستصعب على الناس أو لا ربما يكون هذا الأمر عنده كثير من الناس دارد للأمانة خاصة عنده الصغار والأعمار المراهقين وأقل لكن سبحان الله اللي فطرته سليمة حتى وإن كان صغير فطرته سليمة ينكر هذا الأمر لما يقول مثلا يسمع أو يشاهد في اليوتيوب أو في الأجهزة التلغون أن أحد المتحدثين يشاهده أنه يقول ليش ما فيه في القرآن أربع ركات إذا كانت فطرة الولد سليمة سليمة ينكر هذا الأمر سبحان الله ينكر هذا مهما كان الرد إنكار بس فعل إنكار وبدون رد علمي عند الولد صغير هذا رده شنو نفسه سليم كان يصليه يقول أربع ركات شنون هذا يقول في القرآن ما فيه هو ما قرأ القرآن لكن فطرته أرادت وجهته إلى هذا التوجيه هذا شيء صحي سليم دكتور هذا عندك صغير صحي لأنك أنت تزرع في الصغير أنت ماء أستاذ عبد الله استفزيتك دكتور نور شلون استفزيتك إن شاء الله إجابة لا لا بالعكس يعني أنا أقصد أن الصغير هذول يعني سبحان الله ليس من المعقول أن تدرسهم كتاب التوحيد وهم 10 سنوات يعني نحن درسنا كتاب التوحيد على 14, 15, 17, 17 سنوات لكن الصغير هذول قلبه سبع وخمس ومستحيب درس كتاب التوحيد وهو صغير إنه ماء يعني يفهم هذه الألفاظ الشرك الأصغر الشرك الأكبر يمكن أنا أنا ما أفهمها لكن باللفظ أعلم أحسنت لا إله بالضبطة أو أو توضحها سأدرها بشغلة ثانية تقول لا تحلف إلا بالله توضح هذه الأمور تغطيه مفاتيح فقط حنا ما في رأس أحد من العالم هذا مصير النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلب بالله أو ليصمت هذه العبارة أو هذا الحديث واضح لو تفهم الولد يصير عنده قاعدة خلاص لشلون نكون خطوط دفاع وحماية ما استطعنا نحن الغير متعمقين في النصوص والتوحيد ومجتمع عليه جمهور شلون نكون خط دفاع حماية لأبنائي من هذه الأفكار التي امتزج السمو في عسل هنجاز لتعبير أنا أختصلك الإجابة في قول أحد السلف نسمع يقول علم ابنك القرآن ثم اترك علمه القرآن دعه يقرأ القرآن وترك القرآن سيمنع عن كثير من الأمور سيمنع عن الشرك عن النفاق عن الكذب هذا يقين وثق بالله عز وجل لأن كلام الله لأن هذا القرآن هو كلام الله وإذا وقر في القلب كلام الله عز وجل ارتاح هذا القلب وانشرحت هذه الصدور الفطرة السليمة تؤثر بها بالضبط وتحركت هذه الجوارح والأركان فلا يرى إلا ما أمر الله عز وجل أن يرى يعني سبحان الله النص الآية الكريمة إذا سمعوا يسألون بعضهم منه زادتهم إيمان وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد في الطهات وينقص في الذنوب والمعاصي والسيئات طيب دكتوري شيء يذكر على صلب هذا الموضوع لهذه التساؤلات بنية بقصد بغير قصد الرد واضح لكن أعينك علي حادثة صارت مع أخوك هنا قبل التصوير في هالمكان في الاستوديو أحد طلاب العلم الشباب الصغار في عز المرأة حلقات عايش فاكا حتلعب بلبس الغترار لو سمحت لو سمعت عفويت يتفضل قال عندي سؤال قلت له تفضل شوف شون أنت منتبه لهم بشهد الكريم قلت له تفضل ما بمعنى السؤال حتى أكون ناقل إن شاء الله فكرة لأن النص تقول إيش متغدل بارحة أقولك والله ما أذكر خلا منها صغير يقول والعزة لله وليس كمثل إشاء عز وجل يقول في ناس زينين وناس مو زينين أنا قاعد أبسط لك المفردة الله ليش ما خلهم كلهم زينين مع أن يستطيع عز وجل أه سبحان شوف 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 ردت فأنا والله أريد فأنا أريد بسيط لا لا أريد لك ولازم تجيب حتى لو بالرفض لا أعلم لازم تجيب فاستهد أنا ما استطعت أن هذا ابتلاء من الله عز وجل الجنة طريجة إذا سويت واحد اثنين ثلاث صح والنار إذا سويت واحد ثلاث والله خلاك تختار قاعد يبتليك الناس اللي مزينين سويت صارت مزينة ونزينة راحت هذا كان ردي التعليق على الصورة دكتور نعم يعني ربما تجد أن هذا الطالب صغير ربما ترى سمع هذه الشبهة في مكان آخر يعني ليس من المعقول شذي شافك وسألك سؤال هذا مباشرة إلا أنه كان يفكر بهذا السؤال أيام يعني حضرت تؤكد المؤكد في مضمون حلق ربما يكون هذه الفكرة راودته في أشهر سابقة مجرد مقطع شافة أو أحد المتحدثين شافة ولذلك بيّن الله عز وجل في سورة الشورى رد على هذا الافتراع أو هذا الكلام قال الله عز وجل فريقهم في الجنة وفريقهم في السعير ثم قال بعدها لما ذكرت رديت عليه قلت في ناس عملوا سيئات دخلوا النار في ناس عملوا قريب أحسنت هذا هو الجواب وإذا قال الله عز وجل فريقهم في الجنة وفريقهم في السعير نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم موالدين من هالجنة ثم بيّن الله عز وجل بعدها وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءْ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلَيْ وَلَا نَصِيرٌ يعني هذه الآية تبين لنا على أن الله عز وجل جعل في هذه الدنيا الناس ثم جعل لهم اختبار ابتلاع واختبار ابتلاع واختبار فمن وفق للنجاح في هذا الاختبار دخل الجنة ومن خسر فله النار ولذلك يعني في هذه الحياة الدنيا جعلت اختبار كما قلنا وأن الله عز وجل جعل الناس فريقين لا تعرف لهم إما إلى جنة عرض والسماوة والأرض أو إلى نار ترضى لا يصلها إلا الأشقار جنة وخلود ونار وخلود أحسنت نعم في ميزان حسناتك بإذن الله وإن شاء الله اجتهدنا ما استطعنا أن نوصل الفكرة بوجود حضرتك بإذن الله الله يرضى عليكم في ميزان حسناتك يا دكتور الله يرضى عليكم تخيل وأنا كذلك أسعد في هذا اللغان مبارك حياة كلاب الإيمان وطاعة الرحمن وصلنا للختام مشاهدين الكرام الشكر موصول إليكم أينما كنتم إن أصابنا في من الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان سبحانك الله وإحمدك أشهد أن لا إله إلا الله استغفرك وأتوب إليك فهم الله شكرا